صباح الخير من جديد لكل حد عم يسمعنا عبر هواني نار 89.6 و 101.1 وكمان صباح الخير لكل حد عم يشوفنا لايف على صفحتنا على فيسبوك ودائما وأبدا الصباح الأجمل جدا مع المدام غاليا يسعد لي صباحك حيدر الصباح الخير لكل مستمعينا لكل متابعينا عبر صفحتنا على فيسبوك مشرقة الأنوار وسحفي كسوف بس الأمر كله عنا اليوم الأستوديو أمر والشمس وزهرة وش بدك كله أنا متحمس جدا اليوم اسمع لك أورنات كرمال هذا الكسوف شو هيأثر على الأبراج بشكل روحي معنوي كمان مادي فاليوم حتخبرين هيك بشكل عام نعم نعم هلأ أنتو ذكرتو قبل شوي قيمة توقيتو رح يكون وقيمة زروتو هلأ فلكيا أنتو عم تحكو بشكل يعني علمي تمام فلكيا تأثيراتو ممتدة يعني فلكيا إحنا بنشعر بزبزبات هذا الحدث المهم قبل تقريبا يعني من قبل أسبوعين بتبلش بتكون عنا هيك طريقة جديدة تفكير جديد بدنا نغير بدنا نساوي من خلق شي جديد عنا من خلق فكرة كلمين طبعا حسب تأثير الكسوف الموجود عنده وبتمتد لكمان لأسبوعين هاي على فكرة هيك ونتائجة لست شهور يعني القصة مو ساعتين و 27 دقيقة تماما تماما كنت ما نعصم عليك طبعا طبعا كنت ما نكون دايما كل يوم أنا ما كناس يعني أحب أنا جوات الصباحة يعني إجبال طيب هلأ هذا الكسوف يعني الكسوف طبعا التقاء الشمس والقمر على خط واحد نعرف هذا الشيء كلاياتنا إذن ببرج العقرب يعني شمس زائد أمر زائد زهرة زائد معاكسة مع أورانوس بالثور فلهيك هذا الكسوف زائد أيضا زهرة بمربع بالدلو يعني حدث مهم جدا كتير بيصير يعني كل سنة بيصير كسوف وخصوف أربع مرات بكل عام طبعا بتأثر على الكل بس هذا الكسوف تحديدا من أهم الكسوفات بهذا العام رح نحكي ليش أكيد يلا يلا هلأ أول شي لأنه موجود بالعقرب لأنه موجود بالعقرب هلأ الكل اللي بيعرف شو هو العقرب العقرب هو بيت الأسرار إذن كسوف الشمس هو كشف حقائق هو كشف أسرار هاي أول شي ما نحطه بالنا عنوان اتنين البرج العقرب هو الحياة الحميمة الحياة الحميمة علاقاتنا الشخصية العميقة جدا نعم فالتغييرات كلها بالعلاقات رح تكون وهلأ كل الأبراج اللي يسمعوني يمكن عندهم هذا الأحساس ما بعرف يعني عندهم أحساس أنه هنن وصلوا لنهايات العلاقات العلاقات تمام يعني إما نهاية هنن بزيحوا الأشياء المزعجة يفتحوا أو يمهدوا الطريق لحياة جديدة أو علاقات تانية أو أسلوب جديدة أو علاقات تانية أو حتى مشان ما يعني نعمم كتير كمان البداية الجديدة ممكن تكون بنفس الظروف ولكن بطريقة مختلفة مختلفة جديدة ايه لنكهة تانية نعفوا يعني الناس مثلا فرضاً مرتبطين مهو بتدعي كل مرتبطين ينفصلوا إذا بالعكس بس فيه تغيير بيتم كتير عميق وكتير داخلي بيتم بالعلاقة نفسها لا تستمر تحت عنوان آخر أو تحت شكل جديد تمام تمام فكتير مهمة موضوع العلاقات يا جماعة كتير كتير علاقاتنا للشخصية العاطفية العائلية المهنية هاي العلاقات كتير مهمة هلأ طبعاً الزهرة كمان موجودة بنفس الموقع الزهرة بهذا المكان ما كتير فعالة أنا بشوفها يعني دائماً بالعقرب ما بتكون مرتاحة مثل إذا أنت فايت على بيت ما ارتحت فيه ما تونست ما تونست بتعود هيك عكنار الكنبة بتتطلع متلبك ومثل وقت بتكون ببيت مريح بتعود وبتطول فالزهرة بتاخد أشكال مختلفة كتير وقت بتكون ببرج آل عقرب شوف شو بصير معلش أنا هاي معلومات عامة أنا عم أقولها تمام لأنه كل الموليد هيحسوا فيها أجباري لـ 12 برجة تماماً هلأ الزهرة بهذا الموقع العقرب نحنا كلنا بنعرف هو برج الغيري يعني شخص الغيور جداً على المحبوب الشخص يلي بيحب التملك تملك حب الامتلاك حب الامتلاك الشخص يلي بي يعني عنده ثورات انفعالية كتير عاطفية حتى لو لم يبدو عليه هدا الشي يعني بتلاقي العقرب وشه ومعن بيبدل على شي ولكن جواته بركان شاعري تمام بيصير فيه كماني محاولات للسيطرة كتير عالطرف الآخر يعني بهيك خلاص حب الامتلاك هاد لإلي حب الامتلاك هاد لإلي تماماً فبتظهر بوجود الزهرة بهذا الموقع بأكثر فعالية بالزروة يعني بالزروة هاي بدنا ننتبه لها وفي نقطة تانية كمان كتير مهمة لا العلاقات يلي عم تعاني من إرباك بهذا الوقت يعني مع الكسوف ومع الزهرة ومع ولادة الأمر اليوم بالعقرب كمان يعني كلها بدون استثناء كلهم عندهم الأنا كبيرة أن المميئة زي يعني الكلي ما رح تنازل ما رح تنازل خلي الطرف الثاني هو اللي تنازل حسن فيه تحدي بقى هوان فيه تحدي يا جماعة انتبه والله انتبه أنا بدي هيك كمان عبالي اسمع الكسوف شو عم بيأثر على كل بيج بشكل مفصل يعني فكتير هاي القصة كتير كتير مهمة طبعا يعني على المستوى هيك البسيط نحن دخلنا شوي بعماق القصص بشكل عام تماما بس على المستوى البسيط فيه كتير انفصلات بهالفترة ممكن تكون وارتبط ونتفاجأ على فكرة يعني في نهاية لشيء وبداية لشيء آخر نعم بالعلاقات انفصال عن عمل عن زواج عن علاقة عاطفية عن وضع ما يعني كأنه واحد عم ينظف الطريق ليبلش بشي جديد حتى على سعيد العلاقات حلو كتير يلا خلونا نشوف صباحكم حلو جميعا يعني اذا في نقول مادام غالي هاي الفكرة العامة بشكل في نقول مبسط شوي ايه طبعا مبسط هو اذا بنا نحكي بدنا 3-4 ساعات نحكي عن هذا الموضع فلح نروح على الشيء الخصوصي بهذا الكسوف لكل برج في شيء كمان قبل ما اقوله في كتير شيء مهم بدي يقول كمان يعني مكان العقرب برج العقرب هو البيت التام بالزودياك البيت التام هو بيت مال كمان منلاقي كل الابرج تتحرك الامور المالية لانا ما اقول سلبه ايجاب لا في اناس عندهم مصاريف في اناس ولكن بيحسوا كلاياتهم تركيزهم بيكون على انه يلاقوا حل امورهم المالية مردود مالية اخر كل واحد بطريقة كل واحد بطريقة يلا لانه هي الحالة هي الرغبة بالتغيير الرغبة بالتغيير بتتملكك بطريقة غريبة يعني بدك تغير شيء خلاص مليت زقت بنسيطر كمان بقى على بنغير بنسيطر طبعا يلا صباح الخير لأول موليدنا هو مولود الثور صباح النور اليوم يسعد لي صباحك هلا اليوم مولود الثور معكر شوي معلش يعني ضغط الكواكب عليه مؤليل فانتبه كتير موليد الثور يلي عم يشوفونا هلا ولي معنا على السماء وبدون ما تحس حتى راقب حالك تصرفاتك تتسم بالانفعال هي متوتر متوتر اليوم يعني طاقة الكواكب عليه كتير قوية اليوم فبدك تنتبه هلا بالنسبة للكصوف اليوم أنا بشوف مولود الثور ممكن كتير يكون عنده حالة من التمرد على علاقة بحياته أو شراكة سواء كانت زوجية مهنية مالية هدول الثلاثة حطهم ببالك لأنه ممكن كتير يكون في حسم وبت بأمور كانت مستمرة لفترة تمام وكتير من موليد الثور ممكن يباشروا بشي جديد بالمرحلة القادمة بس بختصار فاليوم صباح الرواقل إيلون أكيد هدوا روقوا الله يخليكم روقوا أوكي صباح نور هلا الثور لأنه كمان عنده أورانوس أورانوس هو المفاجأة ففي شيء مفاجأة يا الله قداش كل كوكب إلى قصة معينة أفضل ننتقل لتاني موليدنا مولود الأساد اليوم يعني هلأ بدون ما حدا يعمل له شيء مضغوط فايق مضغوط الأساد ولا بعضي لا لا فايق مضغوط عن الجد والله لكن موليد الأساد ياريتي يعلقوننا عم شوفنا التعليقات يعني يكون فيه تعليقات على صفحتنا لأنه كمان طاقة كواكب رهيبة عليك يعني كمان كذا كذا يعني كذا الصو الكسوف فوق يعني ضايج ضايج الأساد عرفتش؟ مو راي أبدا فانتبه يعني انتبه أنه ذايك بخانة تنفجر وش حدا مستعد للمشاهكة يعني يعني يدير بالك مولود الأساد وخاصة على الصعيد العائلي لأنه حراك هذا الكسوف عائلي بيكون عند مولود الأساد سواء بخلافات سواء بتغيير طبيعة علاقات سواء برغبة بالاستقلال يعني خلاص ما بقى بده هيك يلتزم بأمور العائلة الأساد كثير منهم يعني يعود مع نفسه شوي لك يعود مع نفسه هلأ كثير منهم بيفكروا يسافروا وينتقلوا لبيت تاني يعني يكون عندهم هاي القصة وإضافة كثير كماما مولود الأساد بيحب ويرجعوا يعني فيه سفر أو عودة عند كثير من مولود الأساد السفر ممكن يكون نفسي على فكرة أكيد نروح شوي بالذاكرة يعني يعني سفر مو بس إنه هاركبنا ومشينا يعني تماما وفيه علاقة ممكن تكون تحت الاختبار إلى يعني علاقته مع الأب والأم مولود الأساد يعني بهالفترة بالذات تأثيرات القصوف رح تمس هاي العلاقة بطريقة أو بأخرى حيعيش تجربة معينة يلا على خير إن شاء الله تتكون هيك إيجابي هذه التجربة ثالث موليدنا الدلو صباح الخير لمولود الدلو ولا اليوم ما نومتدايق كما نضغط الكواكب هائلة عليه لأنه هذول كلهم مربع وزوحل موجود عنده يعني جد يا جماعة والله العظيم ضغط الكواكب أنا أنا خايفي تقول العذراء هلا بهالمربعات تعرفتين لا 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 مدخل هلا اللي موجودين بهذا المربع هنن هذول أول ثلاثة يلي هنن نستور الأسد الدلو الدلو أكتر شي والقوس والقوس هذول يلا خلونا نشوف الدلو اليوم اليوم متدايق مولود الدلو صراحة هيك عم بيحس إنه الناس معاجب الناس معاجب الناس فعم يسمع تعليقات ممكن يكون في عنده مساءلة اليوم ممكن يكون عنده محاسبة ممكن انتقاد معين يظهر خطأ هيك للعلان لأنه نحن قلنا إنه كواكب العقرب يعني بتكشف الأسرار صحيح ففيه سر يمكن أو شغلة هيك فكر مولود الدلو إنه ممكن تمر مرور الكرام اليوم ما بتمر دير بالك مكشوف ايه دير بالك وحاول إنه ما ترفع تحديات هلا الدلو حتما باختصار مرحلته القادمة ما فينا كتير نتوسع لأنه هي مناحية واحدة ولكن الأبرز هو انتهاء مرحلة مهنية بحياته بالوقت القادم في بهذا الوقت ايه في انتهاء مرحلة مهنية ويعني بداية تفتح المجال لبداية مهنية جديدة القوسيين سبقونا على اللايف شوان بيقولوا زعلاني القوسيين ايه نو في خواطر كمان قوسية هيكات فينا نعم اوكي يسعد صباح الجميع اكيد ننسى إلا القوس صباح نور صباح الخير لك ما اطوأ لا ما اتفاجأت صباحه هلا اليوم مولود القوس زعلان مو راي أبدا يعني حامل هم الدنيا عراسه ومع أنه أكثر الأبراج تفاقل بين كل الأبراج صحيح بس فعلا تعبان القوس واليوم تحديدا اليوم وبكرة يعني هالطاقة مانا قليلة متل ما ذكرنا فكتير ممكن تفاجأك بعض المعلومات اهو او بعض الأخبار او حقيقة بتشوفها او بتسمع فيها يعني بتنكشف ايه فترة هي التفاصيل الصغيرة اليوم ممكن تعرق المساعيك يعني تلاقي كله عكسة كاس عم يصير معك تمام بدك ترو بدك ترو هلأ الكسوف بالعقرب ماذا يعني لمولود القوس هلأ القوس بتصور انه بعد مرحلة الكسوف رح يغلق باقي بالماضي حتما اي ماضي كان مؤلم بالنسبة لألو يعني خليني يقول انه هي مرحلة استشفائية لا القوس يعني بيبلش هيك بيتحرر بقى يتعافى بيبلش يتحرر من كل الاعتبارات يلي كانت مربطته ومقيدته خاصة هو الشخص اللي ما بيحب القيد يعني كان يحسو بحساب هيك ويحسو بحساب لا اعتبارا من الآن القوس رح يكون في عنده تحرر من اعتبارات بالية قديمة ما فادته ما نفعته ومن ماضي يمكن فبس هذا بيرافقه تعب يعني تلاقيه زعلان القوس ما بتلاقيه مالحيوية لا بده ينتظر لآخر الشهر القادم ليبلش ينفز يعني فعلا على أرض الواقع اه فاروق علينا شوي مورود القوس كمان موليد الجدي موجودين عننا على اللايف الجدي حلوين ها ناطرين أهل يسمعون نا حلوين طبعا يلا اكيد اتباه عنا يلا ننتقل لجوزاء صباح النور صباح النور اليوم قصطو بالشغل مولود قوي جوزاء ما شغول ومطوش ومواعيد وشي عم بيلحقه وشي ما عم بيلحقه وكأنه هيك في ضغط ورا يلا خلص هيو خلص هيو بدك تعمل هيو فنظم شوي أمورك بلاها الفوضى يعني كتير مهم بلاها الفوضى نظر وبلاها أنك تلتهي مولود الجوزاء بأمور جانبية يعني تتدايق من حدا بالشغل تتعرق القصة من ورا حساسية بينك وبين أحد الزملاء مثلا لأنه اليوم كتير وردة هاي القصة كمان إن طاقة الكواكب مهمة هلا الجوزاء بتأثيرات الكسوف حتما ما بيمر عليه مرور الكرام أبدا يعني لا من ناحية المهنية بيحمله تغيير بالناحية المهنية حتما وبيحمله بداية لنظام صحي يعني هلأ كل مولود الجوزاء أكيد أكيد أنا واثقة أنه هن من فترة عم بيفكروا يا بدايت يا بريجيم يا بنظام غيلا يا يفوتوا رياضة شير علاقة بالصحة شير علاقة بالصحة يا أما بعلاج يعني فعلا أنه يبلشوا ياخدوا فيتامينات مقويات يداروا حالا أكثر لأنه مريخ موجود عندهم عم يضعف مناعتهم يعني هاي شغلة كتير مهمة فالقصة عنده صحية مولود الجوزاء قصة عنده وايضا ميهم صحيا بس ياف هو كيس على الصباح هون أنا أتوقع هلأ أو بشكل نحن مثل هكذا متعودين يكونوا في عنا حيدر ابن كذا مواريد كذا بدي أعرف شو عندي أنا بمستقبل أو بحياتي اليوم التعليقات على صفحتنا على فيسبوك كلها تأييد تمام وهلأ الجدي عم بيقولوا أنه أي متى الوضع حيبقى هيك لا لا يلا جاينكم الوضع شوي سيء عندهم كمان السرطان السرطان عم يقول السرطان يعني ما بدي أقلك ما بدي أقلك السرطان يلا استنى هلأ ننتقل لا الميزان الصباح الخير اليوم الميزان تفكيره كله بالمال الصراحة يعني اليوم هيك عم يضطر يسد بعض الالتزامات يرتب بعض الشؤون المالية عم بيواجه بعض المصاريف يعني حتى تأثيرات الكسوف الشمسي اليوم بتحرك قضايا المالية لمولود الميزان وإذا عنده قضايا متعلقة بدولة يعني مثلا أمور إدارية قضائية قانونية فهلأ كمان بتتحرك وبطريقة إيجابية يعني أو سفر يعني حتى موضوع السفر كتير مهم فأنا بشوف إنه هيك قصص المال أكتر شي يعني وكأنه بقى بده يبلش ينظم حياته حاجة فوضى وبحتر 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 حيب العامية يعني حاجة قواة يعني حاجة شو ما خطر لك يعني تعمل وتساوي لا رتب أمورك الكسوف بيساعده للميزان لتنظيم أموره خاصة إنه بلوتو هو كوكب المال هي أكتر مرة ذكرناها كان عم يتراجع وهلأ بلش يتقدم فاستعد مولود الميزان بس بس زبط أمورك زبط أمورك وشوف شو بيصير يعني سعد صباحا أكيد ننتقل للحمل صباح النور صباح الخير لمولود الحمل اليوم كتير حلو للحمل اليوم في فعالية في مشاركة تعاون وكأنه هيك الحمل اليوم فاتح قلبه عم يسمع عم بيتعاطف عم بيكون فيه هيك لقاء بوجهات النظر ودود اليوم ودود جدا وعلاقات مهمة اليوم تتحرك بحياته للحمل علاقات مهمة جدا يعني علاقات يمكن تكون داعمة يعني سواء مع جهات بعيدة أو جهات عليا هادو بدو ينسبه لهم الحمل كتير يستفيد من هاي الفترة طبعا أنا بشوف في محاولات لحلول بقضايا الحمل بسبب هذا الكسوف كأنه اليوم بياخد قرار موليوم هو من كم يوم بلش يحس انه بقى بدو يحل القصص حاجة مشاكل يعني بما معناه بدو يرتب أموره أول شي أموره المالية المعلقة إذا عنده أي شي أي شي بأي يعني اتجاه مالي يعني سواء كان مع شراكة مالية سواء كان بشغله سواء كان بديونه بالتزاماته هاي كله بدأت تبلش يلاقيه إلى حلول هلا إضافة لعلاقاته الزوجية أو الشخصية حلو كتير كمان الحمل بيدرك وين الخلل بدي يعالج ويبلش يعالج يعين نصعد صباح حلو يلا العزراء صباح النور أهل أو سهل أهل أو سهل أهل أو سهل صباح الخير شوي طولنا يعني لكل العزرائيين يلي عندهم يوم كتير حلو يعني منلاقي العزراء اليوم أنصتوا يا جماعة أي منلاقي هايبر منلاقي نشيط عنده حدة زهن عنده جواب حاضر سرعة بديهة يعني منلاقي فيه كل هاي القصص اليوم مولود العزراء والأهم هلأ الكسوف حتما يحسن بوضعه العائلي العزراء مقبل على مصالحات عائلية بعد فدرة من هالتعب مع الأهل مع الأخوة مع الأم مع الأب مع الخال مع العم ما بعد فيه علاقات عائلية فيه علاقات عائلية كانت هيك يعني عاملة شوي زعاج فهلأ فيه تحسين عام بيء العلاقات فيه مصالحات عنده العزراء مصالحات أثرت عليه كتير يعني كان كتير زعلاق وكتير جافي وهلأ بيضاي صالح عم يضحك حايدا ثالثة إضافة أنه كتير موليد العزراء على فكرة بهذه الفترة وبسبب هذا الكسوف إلنا أنه بيكون عنده تدفق بالأفكار كتير وبالتالي يحاول إسراء معرفته إما بتعلم جديد بيضاي يتعلم شي جديد العزراء أو يدخل اختصاص جديد أو يعمل دورة أو يلتحق بشي يتعلم حابب يتعلم يعني هاي اللي الرغبة موجودة في كتير موليد العزراء بهذه الفترة بيرجعوا لمقاعد دراسة بيرجعوا بدرسهم بيعملوا تغيير ما باتجاههم العلمي أو الدراسي تماماً ملاقيون إضافة أنهم عندهم عمليات شراء شو بدك تشتري حالاً؟ عم فكر والله موبايل حرفياً عم فكر تليفون جديد صحيح هو ما حكينا عن حكي بسير عنجار؟ ما حكينا عن حكي بسير عنجار عندهم عمليات شراء ساعة تنتهن في الليل كمان من ملدة الفكرة هو فعلاً هيك تشتروا شي موليد العزراء بهذه الفترة حلو كتير يلا هعطيكم الحلوان أكيد كمان لك العزرائيين موجودين بشكل كتير كبير وعم بيأيدوا على كلامك بس الجدي والسطراطان هنون لايب على كوسبوك أكتر شي لأنه هلكو هلكو وقت كانت الكواكب بالميزان السطراطان والجدي تماماً نسمع أكيدك يلا نروح للجدي صباح النور يلا يعني إذا فيني هيك يكذب على الكل بس على المدام غالية ما فيني يكذب ما بالله يعني أنت بتكشفيني بكل شي يعني صباح الخير لا كلمة وليد الجدي يعني ما بعرف أنا كتير حابة هلأ توافض الكواكب للأقرب وحابة تلقون الكسوف الشمسي الصراحة لأنه الجدي هلأ اليوم تحديداً حلو اليوم هيك منعيش عنده لقاءات مفرحة عنده صداقات بياخده بيعطيه محمس يعني منلاقي مشرق الجدي وكتير الآخرين يعني داعمين لألو هلأ بشوف أنا الجدي عنده مساعدات مهمة جداً ممكن تقلب أوضعه حلو بتأثير هذا الكسوف مساعدة من صديق مساعدة من جهة قوية من جهة فاعلة بتقلب له أوضعه أو بتفتح له باب كان مسكر ما كان من تبهله وكأنه هيك حدا بياخده برفق لا اتجاه لا ياخد قرار ليحسن أمور بشكل صحيح حياته أنا بشوف الجدي عنده تغيير بالكامل يعني هاي الفترة اعتباراً من الآن طبعاً بشوف أنه رايح لمعبر آخر الجدي جميل تغيير كامل بأموره دعم ومساعدات بصة كتير لازم بقى يرتاح كتير حلوة لازم يرتاح يصعد صباحنا كيدا يعني أنا عم خاول كمان هيك بين كل حين وآخر معك مدى مغلق نشوف التعليقات كمان العذرائيين في فكة كمان أنه عم يشتروا أصص مغينة فأكتار عم يعلقونا شي شالة شي بيت شي سيارة عم شوف التعليقات وتعليقات مهضومة يعني كمان نروحنا عند مين هلأ؟ هلأ بلشنا بالموليد الأكثر حظاً هلأ أنا مو بس اليوم أكثر حظاً هنالشهر كله يعاني موليد الماء يعني هدول بقى يلي جايينوا الدعم الفلكي يلي بقول دعم فلكي نبدأ مع السرطان صباح النور أكثر الناس يلي كانوا تعبانين الصراحة صحيح والعقرب اليوم السرطان راي يعني اليوم بتشرح مواقفك وبتقدر هيك تضع حد لبعض المتاعب بتاخده بتعطيه بتصارح بتناقش بتحاور اليوم اليوم أموره حلوة سليم طيب خلونا نحكي عن التغييرات القادمة بالنسبة لمولود السرطان بالبداية عاطفية بالبداية كل موليد السرطان يلي كانوا هالكامين وبيهتم بهذه القصة كمان السرطان يعني أساسه العاطفية وعلى فكرة السرطان مو بس بيحب الحب الحب بلا أمان عند مولود السرطان لا يعتبره حالو لازم يكون فيه أمان هذا الشرط احتواء وأمان هيك بيعيش علاقته العاطفية بطريقة صحيحة فإذا تغييرات عاطفية عميقة وكبيرة عند مولود السرطان بالمرحلة القادمة هلا أنا بشوفها إيجابية يعني ما بشوفها سلبية بس إذا البعض من موليد السرطان تعبوا من علاقة كتير كتير وإنه هيك عم بيعافروا فيه تماما وبيكون فيه كتير أخذوا راد أي يعني بياخدوا قرار غير أسفين عليه يعني خلص يعني بحال إنه كانت كتير معقدة ضميرهم مرتاح إيه بحالت كتير معقدة هلا كتير موليد السرطان تنفتح أبوه بالحب أمامهم لعلاقة لارتباط للشي حلو يعني في بداية مثل ما قلنا بنا نسكر وضعه ونفتح وضع جديد يعني مرحلة بتنتهي هلا بدي يخص بالذكر كمان موليد السرطان متزوجين لأنه كتير مهمة هي القصة المتزوجين من السرطان حلق شوف السرطان بيطلع من كآبة بسبب هذا الكسوف كان بحالة كآبة عزلة متحسس من كل الناس متدايق من كل الناس حاسس كل الناس ضده كتير سرطان بيحسها الإحساس لأنه متحفز ومتكتم وغامض وأسراره كتير يعني بيحس عرفت شمون بعيشها فحالمه الداخل كبير كبير يعني فمشان هيك بيعيشوا كله لأقصر هلأ بيبلش بقى لا بده يعيش بقى يعني بيبلش يحس السرطان الحياوية والحياة خلاص بده يعيش خلصونا يعني بما معناه يعني خطير بده يروح ويجي ويسافر ويتسلى جميل 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 كتير حلو ايه هلأ كمان موليد السرطان اللي عندن أولاد المتزوجين في شي بيخص الأولاد بسبب هذا الكسوف في طبيعة بعلاقة طبيعة علاقتك بأولادك بتختلف اعتبارا منها الآن هلأ كتير من السرطان يرزقوا بولد أو بحفيد أو بحمل تمام بهذا الوقت إذا كان أمورهم يعني هيك طبعا مو يسرة ايه مو يسرة ففي شيء علاقة بولادة جديدة يعني عمستوى الأطفال أو الأولاد حلو كتير حلو كتير السرطان صباحون أكيد الحوت صباح النوم ما أبدي خبرك على الحوت يا زرطان موجودين عندي على لايف هدول موليد الحوت إذا بقلك أنه فعلا بداية جديدة فهي فعلا بداية جديدة ليش لأنه كسوف الشمس والكواكب كلها بمنزل الحظ المطلق وبمنزل البدايات الجديدة يعني هاي إضافة موقع القصة عنده يعني بتعزز أنه في فعلا عنده بداية جديدة الحوت خلو هلأ أنا بشوف البداية الجديدة من جواتك أول شي أول شي بتبلش شوف الأمور بشكل أشمل خلاص يمكن الحوت يطلع من هالتفاصيل اللي عم ترجعه لورق بعد الماضي إيه يعني هدول وعلى فكرة يرفض الماضي تماما خلو حتى على صعيد العاطفة يعني كتير موليد الحوت كانوا معلقين بعلاقات سابقة وشو بيقولوا مش علقين فيها ما بين الماضي وأنا كي بدي عايشي الحاضر ومستعبال وبيرجعوا بحنوا وبيرجعوا بيسكروا باب وبيفتحوا أخدود لا الحوت خلاص سكر الباب سكر الباب حتى لو الطرف الثاني حاول يفتح الباب توسل يعني الحوت ما عنده استعداد بده يبلش حياة جديدة فأنا بشوف كتير أول شي عنده فرص سفر بسبب هذا الكسوف موليد الحوت كلهم فكرة سفر براسهم على فكرة أو عم ينفزوا أو نفزوا أو بده يبلشوا يعني حسب ظروفهم طبعا عمل جديد إطلاق لمشروع جديد عندهم التحاق بعمل جديد موليد الحوت يلي عندهم قصص بالقانون بالقضاء بالدولة بالتنحل تمام وأمور دراسية جيدة جدا الأمور التي يسرها طلاب بدون يتخرجوا يعني هلأ هنن عباب التخرج بيتخرجوا حلو تمام إن شاء الله وخاصة طلاب الجامعيين يعني عم بحكي تمام آخر سنوات دراسات العالية تماما فكتير حظوظك جيدة مولود الحوت استفيد منها بس شوف بيقول له شغلة للحوت لا تطوش يعني يعني بيكفي شغلة حدد هدف ركز ركز على هدف يعني واشتغل عليك يصعد صباحون أكيدة وصار الوقت نسمع الأكثر حظا العقرب والقصة وبد يصبح على روبا وبد يصبح على نور قاعدين بالكنترول عم يستنوا أهلا وسهلا أهلا وسهلا ما سربت لهم شيء أنا أبل مفروق تماما برافو برافو هلقوا معنا على السماعة أوكي نسمع صباح الخير لمولود العقرب طبعا اليوم الأمر عندك وولادة قمر جديد عندك إضافة للشمس الموجودة عندك كمان بيكسوف حتى لو كان جزئي ولكن تأثيراته كتير مهمة هلأ اليوم أفضل أنت معنويا وكأنه هيك مولود العقرب عنده عم يخطط بدي أحمله بدي يساوي شايف هي الحالة المستقبلية تماما فعلا عم بيفكر فيها مولود العقرب طبعا أنت أكثر المعنيين بإنهاء مرحلة من حياتك وبداية مرحلة جديدة حتى لو كانت على الصعيد النفسي حتى لو كانت على الصعيد المعنى مو كلاياتنا منقدر نغير الواقع بين يوم وليلي ولكن نحن وقت منبلش من جوا مناخد هذا الحافز والدافع منبلش بدون ما نحس نروح باتجاه الهدف صحيح فهو مديد تأثيرات الكسوف طيب في ديب وداية جديدة حتما عند مولود العقرب قولا واحدا يعني ما في شك كيف مجال معين أهلا ممكن سفر أول شي سفر عمل جديد معلش بدي أولى ينفصلوا عن علاقات بهذا الوقت ينفصلوا هنا أكثر المعينيين بالانفصال أكثر المعنيين يعني أنه هنا ينفصلوا خلاص يعني إذا ما بدأ تجي على كيفي باي باي مو إننا ما في تنازل تماما وأنتي كمان قلت أنه الكشف بيكشوف الأسرار بيكشوف حلو يعني إذا ما بدأ تمشي الأمور مثل ما أبدي أنا ما أبدي أتحمل يعني هي هذا هاي الفكرة هي الكلهشة هاي هي الكلهشة هدول العلاقات اللي فيهون أنه أفوا مدوا جزروا عرفتون هدول العلاقات المتعبة يعني أخدوا رد ايه فالعقرب خلاص يعني بدي حط حد يعني بدي أخلص كتير موليد العقرب حتى بيدخلوا علاقات بيحددوا موعد ارتباط بيخطبوه ايه فيه شي حلو ناطر مولود العقرب بهذا الوقت بس بما أنه العقرب كائن سري جدا وأورانوس بالمواجهة معه كوكب المفاجآت وكوكب الفضائح أنا بشوفه فكتير ممكن نسمع شغلات عن حدا من موليد العقرب حوالينا ما كنا متوقعين يعني يطلع له بشي مشروع يتجوز ينفصيح بشكل هكي مفاجئ كتير كتير يعني يعلم شي لأنه العقرب بيطبخ على نار هادي غامض ايه بيطبخ على نار هادي صحيح فهلأ وقت ظهور النتائج النتائج تماما اسعد صباحا أكيد ترجمة نانسي قنقر يعني هذا الكسوف قصة وقصة كبيرة تمام على كل الأبراج بشكل عام على موليد الماء وخاصة العقرب كمان عمشوف التعليقات من موليد العقرب وشو فكروا عننا أنه نحنا هون الأقل حظا هيك فكروا الكسوف هيكون شي سلبي لا تماما فعمشوف هيك شوي هيك صححنا معلومات مغلوطة وعم بيقولوا كمان عن جد أنا في عندي في صبية اسمها سارة عم تقول أنا بعد أسبوع تكت طيارتي مولا عم تكتب لنا بالتعليقات بعد أسبوع تكت الطيارة إن شاء الله بالسلامة يا سارة إن شاء الله بالسلامة يا سارة وأكيد يعني كل التحيات لكن من رفقنا لايف على صفحتنا على الفيس بوك احنا مكملين شو رأيك يلا فورا نحن خلينا مع أصدقائنا اليوم مع أصدقائنا على الفيس بوك وحنأخذ ما بين وبين رسائلنا على الـ 1444 أصدقائنا نروح شوي كمان لصفحتنا على الفيس بوك هلأ عم بيقولوا كمان موليد السرطان الوضع الصخي نرجع نذكر بشكل عام بهذا اليوم هلأ شوف يعني هلأ أنا فيه فيه كواكب تاني إلى شغل هو تأثير الكسوف صحيان عليهم يعني هلأ هو أفضل بس كمان في عنا تراجع للمريخ خاصة السرطان تراجع المريخ بيكون بـ 30 من هذا الشهر طيب يعني المريخ عامل له متاعب صحية للسرطان الصراحة فأنا أتمنى إنه يكون كتير منضبط صحيا يعني مشان ما ياخد يعني التأثير كواكب العقرب شوي يبتنع شوي يعني بس لسه يعني مولود السرطان بده شوي انتباه نروح كمان شوي لـ 1444 وأقول لعلا ابن أوكي اسم الأم كتير واضح موليد 25-7-81 بشكل عام بشكل عام يعلى أمورك منيحة بس يعني أنا بشوف إنه شوي ضبط أمورك العائلية رتب علاقاتك العائلية بيتك الداخلي اعتني فيه كتير بهذا الوقت يلا على خير بده روح شوي كمان لموليد الحمل بشكل عام عم بيقولوا أخبار السفر إله علاقة الكسوف في وضع هايكي السفر حيتحرك عند الحمل طبعا بالشهر الأخير من هذا العام يعني أنا بشوف من منتصف نوبمبر وبعد أبواب السفر مفتوحة للحمل وعلى فكرة فيك شغلة بدي أقولها اتفضلي لأول مرة هاتي لنشوف الحزوز القصوى للموليد الحمل ببدايات العام القادم ببدايات العام القادم هو بيبلش حظه من شهر 12 هلا ويستمر بعدين التفاصيل تمام فألي بدي يسافر معناها فتح صفحة جديدة عم يخبروني هيكي بالتعليقات على صفحاتنا على الفيس بوك كمان نروح شوي لعند غفران بنت أمينة موليد 28-93 عن الاستقرار المالي هلأ في حلول اعتبارا من الآن للأمور المالية يا غفران تتحسن هلأ هالشهرين فيهم تحسن مالي مهم بالنسبة لإلك تمام أوكي نروح شوي لآخر الموليد سلمة موليد 8-72 السبعين عم تقول في عندها مشروع كيف الحظوظة جيد يا سلمة بس أكيد مهلأ مشروعك انطري شوي بس لحتى لأنه هلأك شوي بيكون في الصعوبات تمام تمام خليكي شوي برأيي أنا لبعد 22-11 يلا على خير اليوم حاولنا هيك نعرف بشكل كتير سريع أخبار الكسوف أخبار الأبراج وأخبار كمان الموليد إن كان على الـ 14-44 وبشكل عام على صفحتنا على الفيسبوك كل التحيات مادام غاليا وبدأت شكريك وأخذنا المعلومات الصح منك اليوم يسعد لصباحك كمان بدأت شكريك رفقنا لعيف على صفحتنا على الفيسبوك اشتركوا في القناة